السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب ومن يوم لا حياة فيه وابتسامة لا روح فيها وأعوذ بك من روح مجروحة لا شفاء لها ومن أحلام ميتة لا حياة فيها وأعوذ بك من نوم بلا راحة واستيقاظ بلا هدف وأعوذ بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال ومن وفاة الروح قبل وفاة الجسد جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة سبعة تموز يونيو طبعا القمر اليوم أو الآن موعد بث الحلقة اللي هو عصر اليوم الخميس القمر ما زال موجود في برج الدلو وإحنا الآن في فترة خلوه المسار رح يستمر خلوه المسار لساعة خمسة واثنان وثلاثين دقيقة بعدين بدي ينتقل القمر ويصير في برج الحود طيلة يوم الجمعة طبعا اليوم بتكون تستغلوه بكل طاقتكم ما تخلوه الاكتئاب أو الوسواس أو القلق أو الأرق أو الملل من الروتين أنه يمنعكم من استغلال هذا اليوم لأنه اليوم هذا فيه كثير من المكاسب والأرباح طبعا القمر زي ما حكينا الآن موعد بث الحلقة هو موجود في برج الدلو اللي هو عصر اليوم الخميس والقمر ما زال موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وثلاثين دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي الليلة الخميس على الجمعة بعدها بده ينتقل للقمر وصير في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا زي ما حكينا احنا في فترة خلو المسار القمر ما زال موجود في الدلو يعني تأثيرات برج الدلو ما زالت قائمة ولكن خلو المسار هذا مستمر لغاية الساعة 5 واثنين وثلاثين دقيقة من بعد عصر اليوم اللي هو الخميس يعني انتقل للقمر وصير في الحوت يعني لغاية الساعة 5 واثنين وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشة ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 5 واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج الحوت عشان هيك بتصير تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معي معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وهذه فترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسع استغلالها بالتأمل والصلاة والعبادات والمناجأ والأشياء من هذا القبيل والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة مخادعة ظهرت على الساحة هي إيجابية ولكن فيها بعض الخداع بتكون تركزوا بشكل جيد هذه زاوية زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون تأثيراتها من اليوم سبعة سبعة ولغاية يوم اتناش سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة سبعة ساعة احداش وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا برضو يعني هي خداحة في أي نقطة بصير بتخلينا غير منطقيين في تفكيرنا ممكن تسببنا بعض التقلبات أو الإطرابات النفسية وبتدفعنا للخداع لأن عطارد بيدفعنا للتحرك والنشاط والحركة ونبتون بعطينا المخادعة فالخلطة هاي شوي ممكن يعني توهمك بشيء على أنه إيجابي ولكنه يطلع سلبي ولكن برضو بالمقابل هي بتساعدنا في إنجاز أعمال صعبة وأعمال فكرية بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والجرائد بالمواضيع المرتبطة بالصيد البحري والأسطول الدولة البحرية والأمور اللي إلها علاقة بالبحر أو تنقلات البحر وبرضو بتكثر الكتابات والمؤلفات الدينية والعقائدية والمواضيع الفنية وخصوصا المرتبطة بالموضوع اللي إله علاقة بالفن السابع أو الأشياء اللي بدها عمق في الأمور الفلسفية والكلاسيكية والشغلات اللي مثل هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تاثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 14-7 طبعا هاي الزاوية بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بإنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي تاثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحنات والنجاحات الأدبية ومشاريع حالية ولكن شوي بدنا ننتبه لبعض الأمور لأنه برضو فيها نوع من أنواع الخداع هي بتعطينا قدرة على التركيز بشكل قوي وعلى أهداف محددة ولكنه في حال السفر ممكن أنه ننسى أوراقنا أو نضيع أوراقنا أو أمتعتنا أو يصير فيه نوع من أنواع التعطيلات وعلاقات الصداقة أو العلاقات الزوجية ممكن يصير فيها بعض سوء التفاهم بسبب عدم القراءة المزاج الصحيح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوئ إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن أن نحقق بسبب هذه الزاوية نجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12-10 طبعا هذه الزاوية حكينا عنها زاوية منفصلة هي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو حدث قديم بيرجع على الساحة وبيدعم من وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهذه تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 بتدعم وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن تعطينا نوع من أنواع السعادة المادية هذه فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلنا بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها القوية أول زاوية هي زاوية من زاوية يوم أمس زاوية التقابل السلبية بين القمر والمريخ وظلت تأثيراتها قائمة من الآن ورح تستمر حتى فجر يوم الجمعة هاي الزاوية هي السبب اللي قلت أنا لازم تتجاوزوا هذا الشعور ليش؟ لأنها هاي بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه بحواراتنا بنقاشاتنا بتنقلاتنا يفضل إنه شوي نأخذ جزء من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكونوا محبطين عاطفيا بتوروا ثورة عارمة من الغضب عند أي كلمة أو انتقاد أو مواجهة فبتكونوا تحذروا من هاي النقطة طبعا برضو لا يستحسن أن نقوم بأعمال مجهدة أو مرهقة ونحاول نأخذ راحة لأنه هذا تحول مضر بالصحة وخصوصا على المستوى النفسي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها الساعة 4.47 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة طبعا تأثيراتها برضو بتبدأ من مغرب اليوم الخميس وبتستمر حتى مغرب اليوم الجمعة من واجه مصاعب عرقيل بتتطلب منه إن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا من الزوايا البطيئة بدأت تأثيراتها يوم خمس سبعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم تسعة سبعة اليوم ذروتها ساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بننشط فمن باشر به أكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت يعني نشاط عالي جدا وقدر على التركيز عاليه برضو بتعزز قدرتنا العقلية بتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا منشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا تمنحنا ذكاء خيالي ومبتكر وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها ممكن تضر بتركيزنا بتزيد من ميلنا لأمور العلاقة بالسينما والتلفزة وكل شيء جديد وإلى صلة برضو بالكهرباء وبميل لتقوية حدثنا وبتساعدنا على حل أوضاع المعقدة وبتجلب لنا دعوات وعروض وخصوصا في أمور السفر أما الدوليا فهي بتدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام للإشادة بما ينعم به البلاد من حرية فردية والتقدم تكنولوجي في ميدان الاتصالات والمواصلات وخصوصا الجوية والصناعات الدقيقة وممكن تشهد هاي الفترة زيادة بالمبادلات التجارية ورحلات الجوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية ذروتها الساعة 10.27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هي بتبدأ تأثيراتها من فجر يوم الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني القمر بدي يصير محدد الآن هاي ذروتها الساعة 6.47 دقيقة من مساء اليوم الجمعة تبدأ تأثيراتها من صباح يوم الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح في العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من زوايا يوم السبت هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين أورانوس طبعا هاي بتبدأ تأثيراتها تقريبا من مغرب من مغرب يوم الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبرضو بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل إيجابي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدول الهرمونين هم الأساس اللي لازم نركز عليه لأنه بالفترة هاي منشعر بالألام أكثر من المعتاد فمنضطر نأخذ مسكنات وممكن بعد مرات نحس أنه المسكن ما بيجاوب بشكل منيح وبرضو بالفترة هاي بيزيد عنا الأرق والقلق وقلة النوم أو الأحلام اللي شوي ممكن تكون مائلها أي تفسير بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح برضو هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 8-7 بيبدأ الساعة 6-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7-18 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 19 يوم في تمام الساعة 8-15 دقيقة مساء بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23-7 سعيد بنسبة 100% القمر في الحوت حتى يوم 8-7 منتحس الآن بنسبة 75% في ساعات منتصف الليل اللي هي الخميس على الجمعة بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% بعدها في ساعات العصر بترتفع وبصير نسبة السعودة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في السرطان حتى يوم 11-7 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد حتى يوم 23-7 منتحس بنسبة 25% المريق في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً في عندي ملاحظة أنا ما حكيتها أنه الابتداء من اليوم بتبلش تأثيرات انتقال المريخ المريخ اللي بده ينتقل يعني يوم 10-7 بده ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء عشان هيك بنشعر ابتداء من اليوم أنه في نوع من أنواع الحدية بالجو وبتزيد المشاكل المناطق المحتدمة أو اللي فيها المشاكل السياسية أو اللي هاي بتزيد بشكل أكبر تقلبات المناخ بتزيد أكثر فأكثر فبتكونوا حذرين من هاي النقاط لأنها هاي فترة منقول أنه تأثيرات انتقال المريخ دائماً بتكون صعبة جداً طبعاً اللي وصل معنا لهون يعني بدي شغلكوا بزعل منكم ولكن حطوا اللايك والديسلايك والكومنت والشير والأشياء اللي زي هيك يعني كبسوا على هالكبسات ولكن تبعات الدعم والتبرع والأمور هاي انسوها يعني ما حد يكبس عليها بس أهم شيء لايك وكومنت واشتراك ويخلف عليكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب في برج الحوت وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتحاولوا تخلدوا للراحة من وقت لآخر يلازم يكون فيه نوع الهدوء بالأجواء بتعيد حساباتك بتتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك بتتراجع نسبة الحضوض وممكن يكون فيه عندك مواجهة شخصية بشكل استفزازي فعشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تبدأ بشيء جديد لأنها فترة مخيبة وفيها بعض الخسارات اللي بوعدك بشيء اليوم يعني يتوقع بنسبة 90% إنه ما رح يوفي فيه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم مع نوياتك مرتفعة وحضوضك عالية حاول أنك تحترم القوانين والمواعيد وما تماطل بالعكس عز شعبيتك افرح مع الأصدقاء مع الأحبة بتنجحوا اليوم في إنعاش علاقاتكم العامة يعني اليوم على مستوى العلاقات الاجتماعية والأصدقاء والمعارف كل مكاسبك بتكون من هذا الباب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل حاول أنك تقدم أفضل شيء عندك اليوم لأنه ممكن أنك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي فترة شوي فيها نوع من أنواع الضغط ولكن فيها إيجابيات كثير ومكاسب على مستوى العمل على مستوى معارفك وعلاقاتك الاجتماعية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي عندهم سفر أو عندهم علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو طلاب الجامعات وبتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم شيء أنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأن هالأضواء اليوم بتكون مسلطة عليكم بتكونوا جاهزين لتحمل المسؤولية هذا اليوم أيضا زي ما حكينا في نجاح على مستوى الدراسات والامتحانات والمقابلات والدورات أيضا يعني فترة مهمة لازم تستغلوها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية سارعوا لتصحيح الأوضاع حاولوا أن تظهروا انفتاح أكبر على أراء الآخرين ابتس على تصحيح مسار بعض الأمور اتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاضروا من التراجع الصحي يعني اليوم الاستغلال كله رح يكون على مستوى الأموال المشتركة بنك وضريبة وتأمين واسترداد حقوق أو ترتيب وضع مالي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن بتكون تحاذروا من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة وهي فترة شائكة فلا تجازف واضبط أعصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فعشانيك بدك تحاذر الكلام الجارح تتمتع اليوم بطاقة كبيرة لكنها بحاجة إلى الانضباط وضبط الأعصاب قدر الإمكان لأن القمر مقابلك تماما هذا الشيء بسبب لك نوع من أنواع الإرهاق النفسي أكثر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط بتساعدك برضو هاي الوضعية لا أمور إلها علاقة بالعمل نصيحة أحدهم لإلك يعني إشي بنصحك عشان تنجح بعملك مساعدة أحد زملائك بالعمل أهمش إنك تباكر لعملك لأنه المسؤوليات كثيرة وطارئة هاي الفترة وابدأ بالأولويات أو الأشياء المهمة وممكن بعضكم يبدأ بعمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني وبتعيشوا أجمل اللحظات وممكن تحققوا أمنيات وبتصيبوا أهدافكم وبيطمئن بالكم وبتفرحوا لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو تسوية وبتتمتعوا بقدرة عالية جدا وبشخصية جذابة عشان هيك لازم توظفها لتحسين وضعك بكل المجالات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم برضو بإمكان كل يوم تعززوا الروابط العائلية وعلاقاتكم مع أفراد العائلة في نوع من أنواع التوتر يعني هيك فهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك فعشان هيك حاول أنك ما ترتبك وما تخلي المشاعر النفسية تسيطر عليك حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في عقار أو للانطلاق في ورش الترميم وتأهيل في بعض المكاسب اللي إلها علاقة ببيت وعقار وترتيب وتصليح ومشتريات أو دعم عائلي ولكن احذر من سوى التفاهم برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو ممكن اليوم يكون لقاء عاطفي الأجواء جيدة حتى على مستوى التجارة والأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم انت عندك نشاط عالي جدا وكبير وممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة وبعضك رح يهتم بموضيع الهلاقة بالسيارات أو الإلكترونيات برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم ممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم أو دعم ممكن يجيكم من هدية أو جائزة أو استرداد أموال وبعضكم ممكن يحصل على أموال من عمل إضافي أهم شيء أنه ما تغمروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا فيها بعض الهيكي الرغبة بالمشتريات أو التسوق بدك تمسكها عشان ما تصرف فلوسك أهم شيء أنك ما تتسرع برضو باتخاذ قرار حاسم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هاي فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود لايش القمر خلص بدي يستقر عندكم فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاهى تقدر تبدأ بمشروع أو خطة جديدة أنت بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو الحسم أمر عالق واليوم ممكن يجيك خبر سار أو تسعد بخبر يعني بسعدك كثير ياريت اللي وصل معنا لهون وما كبس لايك أو ديس لايك أو كومنت أو ألغى اشتراكه أو اشترك يعني يكبس يكبس على هالكبسات اللي تحتك يعمل لك لفه يعني وفي كبستين هدولة تاعة التشكرات أي إشي فيه دفع مصاري تكبسش عليه إحنا يعني بدنا شيء دفع مصاري بس اكبس على الشغلات العادية وما بتكهرب اليوم ما فيه كهربة يعني بس تكبس على لايك ما بتتكهربش انت ماشي واللي بتكهرب يكتب لي أنا تكهربت ماشي واللي ما تكهرب يعني برضو يكتب لي ما تكهرب هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء